الحرب تؤثر على الاقتصاد وتؤثر على أسعار الطاقة والوقود؟ أكيد بالطبع يعني إحنا العالم للأسف الشديد بيمر بالأزمة السالسة على التوالي كانت الأولى هي الأزمة المتمثلة في جائحة كورونا ثم تلاها الأزمة الروسية الأوكرانية ثم الآن بنعيش في أزمة قد تكون تداعيتها أكبر بكثير من تداعيات الأزمات السابقة العالم لازال والاقتصاد العالمي لازال في وضع هاش لم يتعافى بصورة كاملة ولم يخرج من حالة الركود لازال هناك معاناة في تباطئ معدلات النمو وارتفاع معدلات الفائدة وارتفاع وطيرة معدلات التضخم بصورة كبيرة بنشهدها جميعا كل هذه الأمور ثم بتأتي الأزمة الحالية بتلقي بزلالها ويمكن تأثيرها بيتزامن مع الأزمة الروسية الأوكرانية وبالتالي خلينا نشبهها بأنها أزمة مزدوجة أو صدمة مزدوجة في حجم التأثير والتداعيات لما نتحدث عن حجم التأثير والتداعيات في الوضع الحالي يعني لا نفرج بين دول نامية ودول متقدمة الجميع خاسر والجميع سيتأثر مهما كانت قوة الاقتصاد وحجم الاقتصاد الجميع سيتأثر من الوضع الحالي قطاع الطاقة وقطاع الغذاء من أكثر طبعا الكطاعات تأثرا بالتغيرات السياسية والتغيرات الجيوسياسية ليه لأن احنا بنتحدث عن سلاسل إمداد وتوريد بنتحدث عن حركة تجارة عالمية بنتحدث عن صراع حالي قد يترتب عليه تعطل وتوقف في سلاسل الإمداد والتوريد من ناحية يترتب عليه تأثر البنية التحتية الخاصة بقطاع الطاقة دي ناحية مهمة جدا وطبعا تأثر قطاع الغذاء بالتبعية بنتحدث عن ممرات ملاحية هامة جدا بتمد العالم بالطاقة وهي بتتمثل في قناة السويس البحر الأحمر الخليج العربي ماضي كورمز كل هذه القطاعات ستتأثر إذا استمر الوضع على الوضع الحل